السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد وفي مباراة جديدة. اليوم ستتكلم عن مباراة قروج السنة الاولى من الاجازة المهنية تخص التدريب الرياضي لمعهد الملكي لتكوين الاطر. الذي سيبتدئ من جورج نوفمبر الفين وعشرين. عدد المقاعد واربعين مقاعد. بالنسبة للشروط. واول شرط هو بكالوريا علوم او بكالوريا جميع الشعب بالنسبة لرياضية النخبة اي الرياضيين لديهم هل يرثون باندية ولهم القاب والاجازات رياضية، تاني شيء بالنسبة للش اباكالوريا ان تكون سنة الفين وطمنطاش الفين انسراتاش او الفين وعشرين. وبالنسبة لرياضية النخبة ويجب الادلاء اه وطائق تسببت ذلك. بالنسبة لملف الترشيح اه يجب ارسال جميع الوطائق على شكل صور يعني عن هذا صفتهم عبر الموقع سنتحدث عن الامر فيما هو قادم ان شاء الله. بالتسبب للوطائق اول شيء هي بطاقة الترشيح يجنب يتحملها من الموقع اه يقوم الترشيح بالامضاء اه ملئها وامضائها. تاني شيء ديبلوم البكالوريا وشهادة البكالوريا. تالت شيء بيان النقط لامتحال الجهوي والوطني. تالتا او رابعا اه شهادة توتبيت او شواهد توتبيت ممارسة الرياضية والانجزاة الرياضية. رابعا اه بطاقة التعريف الوطنية. ثم بعد ذلك اه ترخيص بنسبة الموظفين. ثم بعد ذلك صورة حديثة يتم لصاقها بآه بطاقة الترشيح التي يتم تحملها. بالنسبة لطريقة القبول او الولوج هذا المعهد. اول شيء سيكون هناك انتقاء اولي للملفات. ثم بعد ذلك امتحان تطبيق عملي حسب التخصص. ثم امتحان شفاو بالفرنسية. ويستمع عليه اختيار المترشحين الناجحين. منسبة التواريخ المهمة. اول شيء الاربعة 14 اكتوبر 2020. بداية استقبال ملفات الترشيح. ثم الاتنين 26 اكتوبر اه قبل الثالثة. بعد الزوال. اخر اجل لوضع ملفات الترشيح. الجمعة 30 اكتوبر. هي اعلان نتائج اه المقبولين. ثم الاثنين اثنان نوفمبر. بداية الامتحانات. ثم الجمعة 13 نوفمبر. هي اعلان النتائج المنتقي نهائية. وكاشياء مهمة ايضا. وبنسبة لجميع الوطائق يجب كما قلنا على الشخص سكاريها ويرسلها على هذا البريد. بمسبة للوائح المقبولين سيتم اعلان عنها في موقع المعهد. وهذا الاعلان يكون شكل اه دعوة رسمية لالامتحانات. ثم اه بالنسبة للناجحين والذين سيمرون الامتحان العملي يجب ان يحضروا شهادة طبية تبين قدرتهم على مرسى رياضية. ثم بعد ذلك النتائج نهائية سيتم نشرها ايضا على نفس الموقع. وبنسبة الموظفين يجب ان يكون تفرهم تفرغ تاما للدراسة. يعني يجب ان يكون هناك الترخيص اضافة الى التفرغ التام لدراسة. اما بالنسبة للدروس سواء العملي احضره فهي ضرورية. والنظام فهو نظام غير داخلي. اما بالنسبة لمباراة تانية في مباراة ولوج السنة الاولى من الاجهزة المهنية مسلك حماية الطفولة ومساند الاسرة ومسلك تربيه الطفولة الصغرى. حيث ينظم المعهد من يوم اثنين جورج نوفمبر مباراة ولوج السنة الاولى اه سنة اولى من الاجهزة المهنية في المسلكين. اعداد المقاعد 30 مقعد بالنسبة للترشيح تفتح مباراة في وجه حامل شهادة البكالوريا سنة أثنين ثمانتات ساعتاش وعشرين حيث يجب إدعاء ملف رقمي للترشيح أو للترشيح مكون من صور رقمية للوطائق التالية هي نفس العملية بالنسبة المباراة الأولى تهم استمارة الترشيح مرفقة لهذا الإعلان مع بعبئة أو موقعة من طرف المترشيح نبدأ من السيرة الذاتية مرفقة بالشواهد المستلزمة شهادة البكالوريا بيان نقطة الامتحاني الجهوي والوطني البطاقة الوطني للتعريف ورخصة إدارة للجهاز المباراة بالنسبة للموظفة بالنسبة لكيفية إجراء المباراة أولا انتقال أول من الفات الترشيح ثم اختبار شفوي ويحسب معدل مرجح للنقط محصل علي في المراحل الثلاثة ويوضع على إثر ذلك ترتيب مترشيحين ممكن من تحديد لائحة نهائية لمناجحين ولائحة الانتظار بالنسبة للتواريخ المهمة بداية الترشيح استقبال ملفة الترشيح الأربياء 14 أكتوبر آخر أجل لإداعي ملفة الترشيح 22 أكتوبر على الساعة تالية بعد الزوال الإعلان على لائحة المقبولين الجمعة 30 أكتوبر بداية الاختبارات المكونة للمباراة 22 نوفمبر الإعلان على لائحة النهائية لناجحين الجمعة 13 نوفمبر ويجب استعمال الماسح الضوئي لإعداد نسخ رقمية من كل غطائق مكونة لملفة الترشيح كما ظننا نخصي سكاني جميع الغطائق ويرسلوها آآ رقميا على الموقع بالنسبة لمسلك حماية الطفولة ومسانة الأسرة إلى آآ البريد ويعلن لائحة المقبولين للناجحين في الموقع الإلكتروني من المعهد ويعتبر هذا الإعلام بمتابة الاستذاء شخصي لازتياز المباراة ويعلن لائحة نهائية للناجحين في الموقع الإلكتروني من المعهد بالنسبة لمترشحين ووظفين ناجحين مباراة يعتبر قرار تفرغ متابعة الدراسة إلزاميا لاستكمال عملية التشجيل بالتوفيق إن شاء الله لجميع ولا تنسى الاشتراك والمشاركة مع باقي أصدقائك ونلتقي في مباراة وإعلان آخر إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر